اللي يبغى الرزق ويبغى ان الله يبارك في رزقه عليه بتقوى الله والله ان التقوى والصبر على طاعة الله ومرضاته وترك معاصيه والبعد عن الفواحش والمحربات باب من ابواب الرزق والبركة ما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم الذي يصبر ويحتسم ستفتح لك الابواب لانك تخاطب رب الارباب من يملك خزائن السماوات والارض يملك ان يقويك وان يرزقك وان يعطيك وان يرفعك وان يستره وان يرزقك لانه الله الوحيد الوحيد انه من يتقي ويصقر وان الله لا يذبط